عطور المقابلات الشخصية تجيني أسئلة يا ماجد أنا عندي مقابلة وظيفية أو مقابلة شخصية أنصحني بعطر مناسب لهذه المقابلة حقيقة أنا دائما نصيحتي لهذه الأشخاص بعدم المبالغة في العطور لسبب واحد ممكن الشخص اللي يجري معك هذه المقابلة يكون شخص نفسية ممكن تحرم نفسك من فرصة وظيفية بسبب عطرك يكون مزعج، يكون ثقيل، يصدع الراس بالتالي يستبعدونك من هذه الوظيفة بسبب هذا العطر أحرص على نظافتك الشخصية منافسك تكون نظيفة، تكون أنيق هذا الأهم العطور شيء ثانوي فإذا كنت لو بد أن تتعطر، خذ لك عطر خفيف مثل هذا العطر من أو هذا العطر من أو أيضا عطر من أو بشرط هذا العطور أي عطر عندك خفيف يوفي بالغرض أبعد عن عطور التوباكو واللذر والعود والعطر الأخضر وهذه العطور الثقيلة اللي ما تناسب بهذا المكان بالتوفيق لكم جميعا وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر